طيب احمد خميس ما اورنجوز يبقى يضلايك سام اورنجوز بليز انا عايز عصير بورتوالا وسمحت اينثينج الس وساعات بيشير لكلمة الس عشان انا اكمل بيها او يشير لكلمة اينثينج اينثينج الس اي حاجة تانية لا شكرا هاو ارزيز لما اسأل بهاو هاو اللي اجابتها هاو اللي اجابتها هسأل بهاو ايه يا هانا يا طارق هاو ماتش يا صادق بطل لعبة انا مش داخل العب والله والله انا مصدع مش فايق للكلام ده الناس اللي بتشغبط او بتكتب يعني انا مش عايز احرق حد او اطلع حد من السيشة النفس هنروح بعد كده لجزئية الاختياري يبقى طبعا زي ما هانا قالت هاو ماتش ارزيز يعني بكام الحاجات دي that's 50 باونس بليز كل التكلفة دية 50 جنيه thank you here you are اتفضل بروح بعد كده لجزئية الاختياري number one what does خالد like two احمد واقل احمد عمر visit 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 طبعا لوجود like two يبقى عندي الفعل في المصدر لما قلت two يبقى فعلي في المصدر بروح ل number two number two مهند menu where is the not place i want to order a meal يبقى menu number three يلا yeah يوسف وقبل number three امن دولة works in a hotel or a restaurant chief chef and number four what would you like to and i want to fish and rice هسأل بيهن what would you like to have what would you like to have what would you like to have اتفعنا ان كلمة have هنا بتساوي eat or drink eat or drink يبقى what would you like to have تحب تاخد اي number five fruit juice has got sugar in it هقول له ايه يا مهند too much too much too much طبعا هنا يا شباب الناس اللي ما كانوش معانا الناس اللي ما كانوش معانا في جزئية menu وماتش والوت قلنا هستخدم لو عندي حرف الجر ما فيش يبقى ما ليش دعوا بألوت خالص ولا طيب اقول له ميني ولا سواء عايزة استجامع بعدها يعني اقول مثلا تو ميني بوكس او تو ميني بويز او تو ميني كارز انما انا عندي شجر كلمة شجر يبقى بستخدم معاها too much والكلام ده احنا وغضينه بالتفصيل في ساتة برضو يبقى too much sugar in it number six the boy like his brother the are twins هقول له ايه يا صادق ايه صادق اتفضل the boy like صادق ثانية 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 ميكس ميكس غلط طبعا يلا يا زياد داود لوكس اسمها لوكس like look like بمعنى يشبه they are twins هم توقم والمفروض ان دي جملة قديمة يعني ما هيش جديدة بالنسبة لك اسمها look like number seven يلا جانا احمد you follow the school rules should you should follow بالنسبة لجزئية should and shouldn't يا شباب الناس اللي ما كانوش معنا برضو قلت بستخدم should في الحاجة الايجابية يعني الحاجة الصحة وبستخدم shouldn't في الحاجة الغلط فلما اقول follow the school rules اتبع قواعد المدرسة يبقى بقول you should follow the school rules وهنا كلمة rules خلي بالي منها هي انهين اللي بالأول اللي بالyou تمام يبقى you should follow the school rules number eight يلا عمر محمود children should be and not to look out of low windows careful careful على الاطفال انهم يكونوا careful حذرين وحارسين وما يبصوش من الشبابيك المنخفضة عمر سليمان we went to a new to have our lunch yesterday cafe الاول واحد cafe طبعا يا اما restaurant ما فيش restaurant يبقى cafe الاولى طبعا اللي هو cafeteria او مقهى cafeteria او مقهى اقدر اتغدى فيه number ten يلا يلا مين ملك ملك مين ملك عبد المين ملك عبد المين اما انت جاوبت يا بيت مرة يا بيت اقولي يلا if you are l لو انت تعبان you should a doctor see اسمها see a doctor اسمها you should see a doctor معناها go to the doctor معناها go to the doctor يبقى you should see a doctor عليك انك تسأل طبيب او تروح تزور طبيب number one في الكوريكت وقلت كل جمل الكتاب اللي عدت علي ومكتوب جنبها ال WB او ال S B جمل امتحان سواء WB او S B جمل امتحان وهنشوفها ملخصة او متجمعها مع بعض في جزئية المراجعة ان شاء الله number one you should to clean your teeth in the morning احمد عمر احمد عمر احمد عمر احمد عمر عمر مستمعك احمد عمر ادهم you should clean مفيش حاجة اسمها too clean you should clean قلنا شود مصدر شود او شود انت مصدر يبقى انا هشيل التو يبقى you should clean number two عمر سليمان we shouldn't eat fruit and vegetables we should طبعا اسمها شود مش شود انت we should eat الحاجات الكويسة زي الفروت او الفشتا والصحية بالنسبة لي يبقى شود number three احمد خميس واتشود علي دد واتشود علي دو دو طبعا لوجود شود او شود انت مصدر والمصدر من دد اسمه دو يبقى واتشود علي دو number four the class has got too much بيوبلز يلا يا را too many too many طبعا ان طبعا وجود اس الجمع بيعني مني وجود اسم كمية زي ووتر او ميلك او جوز بيعني ماتش يبقى انا هشيل ماتش واكتب مكانها مني بيوبلز بعد كده بيقول لي اتكلم عن a visit to a cafe اتكلم عن زيارتك لكافي هي نفسها لو قلت a visit to a restaurant زيارة المطعم او كافي اللي اتنين واحد في كتابة البراغراف تمام تبضل يا ناردين ناردين او قلي برر ايوة تمام اتكلم اشتركوا في القناة تمام احنا قلنا طبعا البراغراف زي الجزئية ديت حاجة متكررة سواء كانت visit to a restaurant او visit to cafe بكتب نفس الطريقة اللي احنا متعودينها من زمان ان انا بقول انا رحت المكان انا رحت نومين رحنا امتى انا اخدت ايه بابا اخد ايه ماما اخدت ايه حلينا بايه اللي هي وطبعا بتكلم عن وصف المكان ايضا اه مطلوب مني زي القطع اللي قرناها بالزبط الحصة اللي فاتت هروح بعد كده لجزئية اللي على الامتحان الامتحان اللي موجود عندي على يونة سيكس جبناه امتحان يونة سيكس بعد الاكسرسيز لطول هيا شباب يصير تمام كان في الواجب طبعا عندي اول جزئية بيقول لي دي كانت في الحمول كفر الشيخ الحمول كفر الشيخ السنة اللي فاتت يعني تمام يبقى دي كانت جزئية موجودة عندي في امتحان السنة اللي فاتت ده الجزء الخاص بيونة سيكس تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي طاجن is traditional meal هي واجبة قديمة او تقليدية ان طبعا على حسب الليسننج هقول نمبر وان ايه هي ماريام مروكو ان مروكو طبعا اللي هي المغرب نمبر تو مازي اللايكس يلا كابتن مهند طاجن نمبر سري ادهم the taste of طاجن is amazing amazing اي اني جي طبعا مع الاشياء نمبر فور the name comes from the cooking ايه هي ملك يا عبد المنعم for this food cooking put cooking put ان ايه الطهي دوت اللي هو بيتعمل في طاجن يعني زي اللي عندنا تمام ده بالنسبة لجزئية الليسننج هروح لجزئية المحادسة مديني هنا محادسة ما بين رانا ومايا بقول what's your favorite food هتقول لها it's كذا ما قدرش اكتب هو ايه اللي مكمل اللي بعدها فبعدها بتقول لها koshary يبقى لازم فوق تكون قلت لها ايه خميس koshary koshary يبقى هقول ايه يا ماريام rice tomatoes and pasta لا what are it's ingredients ingredients كلمة ingredients وقلنا طبعا كلمة من اهم كلمات unit six كلمة من اهم الكلمات اللي في اليونة الاخير ingredients اللي هي المكونات اعرفت كلمة اللي بحتيها لا number two يبقى ingredients يبقى what are it's ingredients مكوناته ايه بيتكون من ايه قلتها يا ماريام number three rice tomatoes and pasta rice tomatoes and pasta number four يا ادهم is it yes it's very delicious is it delicious yes it's very delicious what else do you like يا يارا قالت i enjoy no hot fish the fish i enjoy no hot fish the fish the fish la مش هاتي بقى زا مش هاتي بقى زا اهدي اهدي مش هاتي بقى زا عملتها ايه ناردين eating eating نصلح يلا يارا يبقى i enjoy eating اتفانى من اول السنة هل منفعش اقول كاتشنج؟ نعم منفعش اقول كاتشنج؟ ما ينفعش خالص اقول كاتشنج لاننا هنا مش بتكلم على هوايات يا يا ملك انا ما بتكلمش على هوايات يا ملك عشان اقول كاتشنج فيش هواية انما انا هنا انا بتكلم عن وجبات واكل اكلتك المفضلة ايه اكلك المفضل ايه يبقى مش هقوله بقى اه اكاتشنج فيش ما فيش غير eating او having تمام؟ نعم يا مهند ما تنفعش اصير اي انجوي كابنتا فيش تنفع 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 كنوع يعني بس الافضل اي انجوي ايتنج فيش اي انجوي ايتنج فيش تمام اي انجوي ايتنج فيش انا باستمتع باكل السمك او لو قلت نوع سمك معين زي كابنتا فيش ما فيش مشكلة يا مهند وطب او تيو تابو انت اي لايك كفتة انا بحب الكفتة very much wonderful يبقى ايوه ماشي احنا ينفع ان اكتبها انا كتبا ايتنج بس احنا ينفع اكتبها اي انجوي رايز 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 كتبت كده كم كلمة اتنين انا عايز كم كلمة هو هو لازم يعني كلمة واحدة ايوه ماشي هنا في النيو هلو كلمة واحدة في التيم اوب اكتبي عشرين كلمة انما هنا كلمة واحدة تمام يبقى اي انجوي ايتنج صح تمام واحد واحد ممكن يقول له اي انجوي سولتة فيش انا بحب السولتة فيش اللي هو الفسيخ ممتاز بس طبعا نبعد عن الانواع ونكتب ايتنج فيش وخلاص يبقى اي لايك ايتنج فيش وبعد كده اي لايك كفتة ده بالنسبة لي جزئية المحاسة هللاحظ يا مريم ان كل الكلمات اللي كم قلنا بيها هي عبارة عن كلمة واحدة كلمة واحدة فما ينفعش اجي عند جزئية وكمل بكلمتين الا اذا كان فيه غلطة في الكتاب او هو ناسا يكتب حاجة معينة في ساعات بلاقي مثلا دو يو عشان اكتب انا يس اي دو ولقيته كاتب يس ونقط طب انا هكتب اي دو كتبت كلمتين ايوة بس دي غلطة مطبعية تمام ناسا يكتب اي عشان انا اكمل بدو مثلا ولكن الصحة او المفروض في جزئية محاسة النيو هلو اني مطلوب مني كلمة واحدة ومن الافضل انها تكون كلمة فريدة يعني كلمة فريدة يعني ما انفعلهاش كلمتين او اجابتين ده الصح في السؤال ده تمام هروح بعد كده لجزئية القطعة القطعة بدقلي everyone loves snacks اللي هي الواجبات الخفيفة but some snacks are bad for us ولكن بعضها بيكون ضر بالنسبة لصحتنا what is the best way to enjoy healthy snack ايه هي الطريقة المسلى او الطريقة الافضل للاستمتاع بالهلسي نعم كميلي it's up to eat a crispness and cake sometimes but you should not eat تمام مديني بعد كده you should not eat too many of them يعني بغي انك ما تقولش كتير منهم من السناكس دي crispness have a lot of fat and salt لان crispness المشدية فيها كتير من الدهون والاملاح cakes chocolate well cake and chocolate and biscuits have a lot of fat and sugar too much of this type of food كتير من النعدة من الطعام is bad for our bodies غلط طبعا او ضر لاجسامنا fruit is a great snack لو فاكهة هي great رائعة it is very good for us مفيدة لنا والجسمنا and most people like it's sweet taste وناس كتيرا بيجبها او بتحب الطعم الحلو او المزاق الحلو بتاعها يبقى sweet taste المزاق الحلو you should eat between two and four pieces of fruit يجب انك تتناول ما بين اتنين لاربع قطع من الفاكهة a day يعني every day كل يوم beans and vegetables الفول والخضار don't have much sugar ما فهمش سكريات قرفات ولا دهون they are very good for us باعتبارهم انهم فيجتابولز خضار so we should eat a lot of them ناكل كتير منهم زم هنا عيد على مين لازم احنا بنقرأ نخلي بالنا ونعرف ان احنا هنتسأل عالكلمة دية سناكس like hummus with carrot and pepper are delicious we should be careful علينا ان احنا نكون حاضرين even with healthy foods حتى وحنا بنناول طعام صحي fruit juice has got a lot of sugar لان عندي عصير الفواكه بيكون فيه سكريات كتيرة so we shouldn't drink too much of it ما نشربش كتير منه olives, meat and fish الزيتون والحوم we, الاسماك sometimes they have a lot of salt احيانا ما بيكون فيها ملح كتير وده برضو المفروض ان انا اقلله اروح للسؤال الاول بيقول لي what is the main idea of the passage اقدر اكتب عنوان للقطعة اي ادهم انا كتبت ثلاثة اقول واحد منهم كده the food which we should eat the food which we should eat الزيت تمام اقول التانية healthy and unhealthy food health and health food التالتة advantage and disadvantage advantage and disadvantage of food طب سير لو سمعت قيم انت انت برضو يعني لسه ما عربتش قوي ما عربتش قوي ها بتبعي نعم كم فعل لو كتبت healthy food مثلا لا سير انا كتبت الزي health snacks snacks لو انا كتبت snacks بس لو انا كتبت snacks بس okay healthy snacks okay healthy and unhealthy snacks okay تمام يا ادهم يبقى دخلي كلمة snacks فيها دخلي كلمة snacks فيها يا ادهم يا ادهم دخلي كلمة snacks فيها لان انا ما اتكلمتش عن food بواجه عام انا اتكلمت عن snacks تمام كتبت يا مهند good and bad snacks good and bad snacks ماش ماش كتبت ايه يا ملك the healthy snacks for us the snacks are healthy for us what snacks should we eat snacks we should eat بس با ما تقوليش واحد با قولي snacks we should eat جميلة دية snacks we should eat بس كتبت ايه يا ناردين healthy food and unhealthy food healthy and unhealthy food برضو هخلاها healthy and unhealthy snacks or healthy snacks تمام المهم لازم اقول snacks في العنوان يا شباب كتبت يا مريم بتقولي the healthy snacks snacks تمام يبقى healthy snacks دي كل لعنوين طبعا اوكي يبقى قادر اقول snacks بس اوكي سؤال التاني what do you think about snacks what do you think about snacks معناها ما رأيك في اللي snacks ما رأيك في اللي snacks طبعا هو الرأي هو ايلهولي في القطعة هو مش سيبنا اقول رأيي انا كمان هو اي اللي الاراء كلها ايلهالي في القطعة عايز ناخد من القطعة واكتبها عايز ناخد من القطعة واكتبها مهند سير 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 اقول حاجة اتفضل مهند مهند دمنام اولي يالله يا ماريام سير هو من دينا في القطعة كتب اي everyone loves snacks فانا كتبت I love snacks but we should eat healthy snacks تمام انت كتبت I love snacks وكتبت we should eat snacks بس انت ما قلتش حاجة عن snacks وده السؤال وده اقول لازم تقوليلي snacks تقوليلي I think snacks are ايه عاسب بقت ما الف القطعة هو ايه يا ماريام يا سير يا ماريام اهدى نهدى هي سألت سؤال سيبونا اجاوب عشان يعني نقدر نجاوب السؤال ده واخد دركته كاملة وما باش كتبت اجابة وخلاص لما اقول what do you think يا ماريام معناها ما رأيك في اللي سناكس سواء قطعك هتعلم اللي سناكس بعد كده هيقولي what do you think of محمد صلاح ما رأيك في صلاح what do you think of هوبز ايه رأيك في الهويات what do you think of سبورتس ايه رأيك في الرياضات what do you think of فش ايه رأيك في السمك اي رأي لازم اقول I think والحاجة ده هي is او ار وصفة للحاجة ده هي ماريام نعم عرفتي يبا I think سناكس are وتقولي اللي صفة للسناكس حسب ما قريته وفهمت في القطعة تمام يعني يعني ايوه ايوه اقول I think his next is is healthy مش هو اي اللي في اول القطعة سناكس are very important وهلسي هو قال لي everyone loves سناكس but هنا بعضها bad وبعضها كزا تمام يبقى اقول له I think snacks are very healthy for me I think some of snacks are healthy but the others are unhealthy okay يعني اي واحدة من الاتنين اي واحدة من الاتنين او الاتنين انت وصفي لي اللي انت فهمتي من القطعة عن السناكس اوصفي لي اللي فهمتي من القطعة عن السناكس لما يقول لي what do you think يعني لازم تقول لي صفة في الاجابة وصلت تمام مهند صحة ولا وصل ولا لسه ما وصلش ادهم انا كتبتها I think they are nice but we should shouldn't eat too much of them برافو تمام thank you شكرا تمام ايجابة انا كتبت 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 live snacks but we should eat health snacks ما هي نفس المعنى we should لا انت اي ادهم تاني تاني I think they are nice they are nice الار هوت الار الاسناكس وصلتك ولا لسه الحتادي اه ميش يا هو حضرك عايزت بصفحة وخلاص ايوة لما اقولك لما اقولك ما رأيك في اكرامي تقولي وصفة وصلت لازم لازم بعد كده ان شاء الله تكتب القطع كلها براحتك لكن لازم تديني صفة ايوة سير مسلا ان ينفع اكتب له في السؤال ده اللي هو جايبالي في القطع يعني اكتب له مسلا من طول فورك اه في اليوم طول فورك ايه سيف معاك يا سيف يعني اكتب له زي ما هو كاتب في القطع اصلي اه تمام بس انت هتكتب له زي ما هو كاتب في القطع ايه لا يعني مثلا اه اه يعني مثلا اكتب له المفروض ان يتناو اه اه هلسي بط ده اذر ار انهلسي اوكي ايه 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 بيلعب في نادي كزا لا هو لعب وبيلعب وبيدخل الجوال معناها انه لعب جيد لعب ممتاز لعب متفوق لعب شاطر كل الصفات كل الصفات تمام عايز صفة اوصف لي الشخص اللي بتكلم عنه القطعة اوصف لي الاسناكس اوصف لي الهوبز اوصف لي الاسبورتس على حسب القطع اللي قدامي تمام يا شباب ايه between two and four pieces of fruits a day. A day, تمام. اللي هي every day. لا سينا. بس مع المشاركة المترجمات. هل سألها في السؤال هاي بأيوك برضو هنجاوب بيوك؟ نجاوبها بآية. بجاوبها بآية يا مريم. نجاوبها بآية يا مريم. قوي. قولها آية أو وي مش هتفري يا مريم. المهم إنها between two to four pieces of fruit a day أو every day. المهم إن every day هنا معناها a day. تمام؟ every day معناها a day. أيوة. أنا كان قصدي اللي أنا بقول لك على السؤال ده مش اللي فوق إيه. لا تمام. إحنا كده ده كده وده كده. ده جبناه من اللي فوق إيه. لكن في أسئلة في أسئلة بتعتمد على فهمك أنت ونقدك أنت وتفكيرك أنت. مش موجودة في القطعة. يعني لما قولك اديني عنوان. هو أنا ما ادي لك عنوان للقطعة مادة أكشي. بس أنا قلت لك تطلعوا منين في القطعة. أهل لكم تطلعوا من أول جملة. ده واحد. لما جا يقول لك ما رأيك في الكلام اللي تقال في القطعة. يوصفهولي حسب ما فهمت. أنا لما أقول مثلا. آآ سناكس آآ زي بايت بيبل آآ بيبل ميضاي. يبقى واقول لك ما رأيك في السناكس. قول لي بقى زي آآ ديندرس. I think they are ديندرس. من الكلام عرفت إنهم ديندرس. تمام? الواد محمد ولد شاطر وبيصحى بدر وبيروح مدرسته وبيساعد زميله وبيساعد باباه وبيساعد مامته. ما رأيك في محمد أعتقد إن محمد ولد متعاون طيب ماهر جميل يبقى إذن أنا بكون وصف للأشخاص أو للموضوعات اللي مدهاني في القطعة بناء على فهمي لقرأة القطعة وسؤال القطعة ما هو شهين في الامتحان وقلنا إن هنا الدرجة باتنين الدرجة باتنين سواء قطعة أو غير قطعة كلام واضح يبقى شوية تركيز قبل ما اتسرع واكتب إجاباتي هروح لنمبر فور عمر سليمان عمر سليمان هاف على لطف شجر كيكس كيكس نمبر فايف مين اللي بيقول أنفع جاوب ما جاوبتش سيف اتفضل يا سيف هتبقى سر زم عيد على زم هنا زم هنا اللي هي تمام لو راجعنا لها هي زم هما مين تمام نمبر سيكس يلا يا مهند فش سمتايمز هاف لطف صولت لطف صولت حسب ما قال لي في القطعة الأخيرة يا سيرسل كان قايل لي في القطعة آآ أوليفز وميت وفش ما هي لو قايل هم للتلاتة أوكي قال لي واحدة من التلاتة أوكي يبقى الكلام اللي يتقال على التلاتة يتقال على واحدة من التلاتة يبقى لطف صولت هنزل بعد كده لجزئيات الاختياري نمبر ون عمر محمود زيرس ان اجيبشان فود اون ذا اون ذا مانيو مانيو خط تحت اون ذا مانيو مع بعضه يبقى كلمة مانيو يجي لقابلها حرف الجر يا حلوين محدش آآ محدش آآ محدش آآ محدش آآ مانيو ممكن أديك الجملة وقل لك اختارها هيئن ولا أتوال لا أوف ولا أون اسمها أون ذا مانيو معاناها مكتوب في المانيو موجود في المانيو يبقى اسمها أون ذا مانيو نمبر تو ناردين عبر وتعرض إحدى الأن مباشرة هيرالا كلمة مانيو كلمة 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 اتو متش كلاس رومز ميني تو ميني ولا تميني تاني الحتاة دي يا هنه عشان ما كنتش معانا قلنا كلاس رومز عندي اس جامعة هي اس جامعة يبقى انا بلعب مع ميني اس جامعة يبقى بلعب مع ميني طب ده في بعض الكلمات ما فيهاش اس الجامعة زي بيبل او تشيلدرن برضو ميني انما لو بتكلم عن شجر او سولت او ووتر او كوفي او تي يبقى بقول له حاجة تانية حاجة تانية ده مديني ماتش ومديني خلاص اللي اتنين موتوا بعض اللي اتنين موتوا بعض حزفت ايجابتين اللي اتنين زي بعض قالت عايز اقف خلاص يبقى مفيش غير بتو من مثلا يعني لو انا اخدتها كده تمام واحنا بنختار نعمل كده يا شباب واحنا بنختار نعمل كده مش اختار وخلاص مش اختار وخلاص هادي بادي لا نمبر خميس خميس ايجيبتي اسبيمة سفور مني سينجس اتس دليشاس فود انكلودينج انكلودينج نمبر سيكس احمد عمر هاو متش باجوب عليها بالباونز او الدولارز مسلا لو مديني دولارز يلا يا ادهم امن دولارز برسون هو برنجس فود اندي درينكس اترستران تودو قملي تمتحان او ويتر 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 جرسون بيتحك على وديني ووتر لأ ويتر نمبر ايت يلا يا ماريام ارذير بويز انزا بيجراوند اني طبعا لوجود سؤال بيار يبقى بسأل باني ارذير اني ارذير اني ارذير اني جزء لا خير ان ارذير اني بويز لو عندي هنا هوات كتشب او صولت او شجر هسأل بيه الزير تمام لو عندي اسم كمية بسأل بيه الزير اني اسمي جامع اسجامع ان ارذير اني ارذير اني نمبر نين يلا يا عمر محمود كريزبس هفا لطوف ان صولت فات فات ليدهون نمبر تن سليمان شوكلت اندي بسكت كنتين لطوف شوغر شوغر تمام نمبر وان في كوريكت يلا يا زياد داود داود